يعني تركيا اليوم تجد بميليشيات الكردية الانفصالية خطرا على أمنها أكثر من وجود نظام بشار الأسد على الحدود السورية التركية من منطقة حلب بكل تأكيد لأنه أنت عندك الشمال يعني وجود الفصائل الجيش الحر ويعني أصبحت شبه فاصل لكن لولا أن تركيا دولة متوازنة ولها يعني مكانتها الدولية لوجدنا أن كرة النار قد تدحرجت من الجزيرة السورية على طول هذه الحدود إلى تركيا ولا يعني فعلت الفعائل لكن يعني تركيا حريصة وتركيا يعني عارفة أين تضع قدمها بالإضافة إلى المكانة الدولية لتركيا لا تجعل كل من هب ودب يعني يحاول اللعب معها هذا من هذا اللعب ترجمة نانسي قنقر